طيب بالنسبة للحضرتك أنا لفت نظري دلوقتي أنت بتقول إيه؟ أن في تونس الزوج بيهدد بالحبس بيوصل للحبس طيب في قانون الأحوال الشخصية فرض عقوبة على الزوج هنا في مصر ما عرفش أنت بقى اللي هتوضح لنا هنا إذا كان القانون ده تفعل أم لا لسه قانون الأحوال الشخصية بيقول الزوج الذي يتزوج دون إخبار زوجته وحددت المادة 58 من القانون أن الزوج الذي يقر في وثيقة الزواج بحالاته الاجتماعية أنه هو اللي بيقر إن كان متزوج أم إيه أم لا وعدد الزوجات التي في عسمته العقوبة بالحبس وغرامة من 20 ألف جنيه ولا تتعدى 50 ألف وفي ذلك المأذون نفسه بيعاقب إذا لم يخبر الزوجة الأولى بالزواج طيب هل القانون ده تفعل في مصر بما أنك بتقول في البلاد التانية بيوصل للحبس؟ قد سوف أنه هو فيه بس خلط عند الناس فيه اختلاط بينهم يعني أنه فيه فرق بين اختار الزوجة الأولى وفيه فرق الزواج بزوجة تانية أختار الزوجة الأولى ده مفاعل من زمان جدا وفيه غرامات ده يدلي بعنوان خطأ أو يدي عنوان غلط للمأذون أنواة رايحة الزوجة تانية فالمأذون بيقوله عنوان الزوجة الأولانية إيه؟ أقول واحد اثنين ثلاثة لأن بالطبيعي المأذون مش هيعرف فيه ناس بتدي عنوان أساسا خاطئة وبتحصل كتير جدا في مجتمعنا هنا كمصر بتحصل وده بيبقى نوع من نوع التحايل على القانون لا أسباب بقى لا أسباب شخصية لا يعلمها إلا الزوج مثلا خايف من زوجة الأولانية خايف من أولاده للمفصل خايف من مشاكل موكياء الأسرة هيتحد بإيه بمجرد السواب؟ فبيضطر أن يكون فيه لعبة في العنوان والاختارات بتاعت وده طبعا بيدي فيه حاجة في القانون القانون الشرحة المشرع حاجة اسمها الطلاق للزواج بزوجة أخرى الطلاق بزوجة أخرى من ضمن أحد أسباب الطلاق على سبيل الحص إن عندنا الطلاق في مصر ستة أسباب لا سابع لهم من ضمنهم الطلاق للزواج بزوجة أخرى يعني الزوجة أول ما تعلم أن فيه زوجة أخرى لها حق أن هي ترفع دعوة طلاق في المحكمة ولكن لها أسباب يعني في الحالة دي يعني ليها الحق أن هي ترفع الدعوة في المحكمة بالضبط ليها سنة من تاريخ العلم أي أن كان تاريخ العلم اليقين بيها طب بعد السنة ما يحقق لاش لأن أنت ارتضيت بكده أكمل سؤالنا اللي إحنا كنا فيه قانون الأحوال الشخصية اللي إحنا تكلمنا عليه ده أنا بسألك دلوقتي هل يتفعل أم ما تفعلش دمع لكن أنا شايفة من القانون ده بيدفع السوج إن هو أو بيشجع ظاهرات الزواج العرفي وخصوصاً إن الزواج العرفي حالياً بنوده باكتمالها بتضمن حروق الزوجة مع عدل ميراث يعني أنت فاهمني؟ يعني دلوقتي فيه بنود في الزواج العرفي عمتاً عادت بتضمن كل حروق الزوجة فأنا لما هلاقي الطريق مزدود بالطريقة ديت هتطر إن أنا ألجأ للزواج العرفي وهشجع الزهرة بالقانون ده لأن الزوج ساعتها هيقول إيه؟ طب أنا هروح أدفع راماً خمسين ألف طب أتجوز وإيه؟ جواز عرفي وأضمن حروق الزوجة التانية بالبنود اللي هي عايزها وفي نفس الوقت أبا إيه؟ يعني عملت عفل نفسي هو مبدئياً بس هو فيه حالة من حالات الجدل اللي أصيرت في الفترة اللي فاتت إن فيه قانون تعديل أحوال الشخصية وإن الزوج لو تزوج بزوجة أخرى يدفع خمسين ألف طبعاً هذا الموضوع ولكن هو كعواقع وتنفيذ لا يوجد هذا يعني لسه لم يتم تفعيله وبالتالي فيه ناس تجرأت وبدأت تتزوج عرفي ده كتير يعني أنا فيه حد من دون الحالات راح يتجوز واحدة يطلق يتجوز رسمي قال لها حاضرك أنا مش هاد رأت في خمسين ألف هذا وديه واقعي واقع حصل طب إيه الحال أنا بنتزوج عرفي وبرضه هعملك فرح وعملك وعملك بسي مش هكتب رسمي علشان هو بيبقى بعلم الأهل وبعلم كله لكن ما عادة أنه اسمه ما بينزلش كمبيوتر إن هي إيه إن هي زوجة تانية صح؟